عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة إجراءات جذب وتعظيم عوائد سياحة اليخوت في مصر أشار مدبولي خلال الاجتماع إلى وجود تكلفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعطاء أولوية خاصة لملف سياحة اليخوت وتقديم التيسيرات والحوافز لهذا القطاع المهم شدد مدبولي أيضا على أن الحكومة قد قطعت شوطا كبيرا في هذا الملف موضحا أنه أصدر في شهر أغسطس من عام 2022 قرارا بشأن لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في الموانئ البحرية والذي نص على إنشاء ونافذة رقمية موحدة لليخوت تتولى وزارة النقل من خلال قطاع النقل البحري إدارتها والإشراف عليها وتطويرها واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصريح اللازمة